تعكس الاستهدافات الآخرة للقواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا مؤشرات على تزايد رقعة الصراع في المنطقة وهو ما كانت تتخوف منه واشنطن على خلفية دعمها لتل أبيب منذ تفجر جولة التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في السابع من أكتوبر الحالي ففي غضون إسبوع طالت هجمات بطائرات مسيرة قاعدة عين الأسد غرب العراق وقاعدة التنف جنوب سوريا من ضمن قواعد أخرى في البلدين هجمات تؤكد واشنطن على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن إيران بصماتها جلية فيها عبر أضروعها المتمثلة بالفصال المسلحة الموالية لها نعلم أن هذه الجماعات مدعومة من الحرس الثوري ومن النظام الإيراني ونعلم أن طهران تواصل دعم حماس وحزب الله وتراقب هذه الأحداث عن كثب وفي بعض الحالات تسهل بشكل نشط شن هذه الهجمات وفي ظل تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة توعدت واشنطن برد حازم على أي تهديد يستهدف قواتها نحن نشعر بقلق عميق بشأن احتمال حدوث أي تصعيد كبير لهذه الهجمات في الأيام المقبلة وبناء على توجيهات الرئيس بايدن أمر وزير الدفاع الجيش باتخاذ خطوات الاستعداد لذلك للرد بشكل حازم حسب الحاجة وفي ضوء هذه التطورات عززت الإدارة الأمريكية جاهزيتها العسكرية في المنطقة وتعتزم نشر قوات إضافية كما أعلنت مؤخرا في إطار خطط الطوارئ احترازية لا سيما في ظل مخاوف من اتساع رقعة الحرب ترجمة نانسي قنقر